دعوني يا نسر رأينا في الاليكونت تارون دقري ما خلينا هنا يربطوط على الفنتين ما راحش أربطوط على الفان ما راحش والفان ما راحش والفنتين هنا يرى نقارع ثاني دعوني دعوني نوري لكم فيديوهات أخرى لأن هذه كانت قبل يومين دعوني نوري لكم فيديوهات أخرى انتع اليوم والبارح ما تقدرش تتصور العبث مع هذه العصابات هاي الناس في الاليكونت ألف ولو ألف من الناس لأن تلاحظت سفينتين سفينتين باخيرتين أساسيتين واحدة من عند البيليان اكتشفت أن هذه البوذي ماضي مأجرينها من عند إيطاليا بكم تخيلوا بكم حتى فاجأني لما المصدر بعث لي المعلومة فاجأني ستة وثلاثين ألف يورو لليوم الوحد يعني مئة يوم بثلاث ملايين فاصل ستة مليون دولار يعني سنة بحوالي اثناشر أو يزيد اثناش مليون دولار تزيد عليها شوي تجيب باخيرة جديدة تزيد على المبلغ هذا تجيب باخيرة جديدة الكرو الربان انتع الباخرة قالهم ما نروحش لأنه كانت عنده مشكلة تاع كهرباء انقطع الكهرباء داخل وبعدين اكتشفوا باللي الموتورات ثاني منشعار واحد منهم ما يمشيش زوج ما يمشوش ولا واحد ما يمشيش من أصل ثلاثة وبعدين اكتشفوا أنه كانت حفرة داخل الباخرة كانت صغيرة وخافوا ولا تكبر يعني يبدو كأنها عمال تخريب من يقوم بعمال تخريب هذه جناح يخرب لجناح ويلعبوا بالناس لأنه في البحر تخضر صراء الكارثة اذا هذا الربان الفريق اللي معاه رفضوا الى غاية قبل حوالي ست ساعات اللي يبدو ان كانت هناك تدخلات سياسية من ايطاليا باش يقنعون يبدو ان الرئاسة هذه مازال مش معلومة دقيقة لكن تحليل ان الرئاسة تصلت بإيطاليا باش يقولوا ان شوفونا مع هذا الربان والشركة اللي أجرنا منعهم باش يجير عنا مشاكل الجزائرين هم بالالاف وبدأ هذه المشكلة يضغط على العصابة هناك وهو مراهم في وضع حساس جدا على الانتخابات من الانتخابات اللي احنا عارفين نتائجها هاي الكوارث شيف دي سكال هذا اللي ذكرناه البارح ويبدو ان ما عجبوش الحال بعث ذباب هكذا يسب إلى آخره ثلاثة ولا ربعة بعثين يسب اسمه ندرك نزيد له معلومات اسمه اسماعيل جبور وهو شاد المنصب لأن باباه المستشار قاضي مستشار جبور هو أحد أصدقاء بوعلام بوعلام ولذلك هو قاعد يقولهم فمكيش ليحركني هذا اسماعيل جبور يقولهم مكيش ليحركني لأنه ما اعتمد على باباه قاضي وهو صاحب بوعلام بوعلام وربما مستشار معاه ولا يخدم معاه وبوعلام بوعلام اليوم راه هو التبون الحقيقي راه هو بوعلام بوعلام بعيد على تبون في الذكاء وفي الإدارة بعيد عليه يعني هو الحاكم الحقيقي في الرئاسة تبون جايبين العسكر حاطين واجهة وصحيح هو واجهة في الرئاسة وصحيح هو زنديق بكل ما تعني الكلمة لكن بوعلام بوعلام هذا أكثر منه خبثا وزندقة في الحقيقة فهذا هذا الشخص يقولهم أنا ما كاش ليحركني الناس الناس طبعا كوارث وكانت رجل حرارة عالية جدا في أليكنت وآلاف الناس وبعدين الناس حتى اللي حبوا يروحوا الفنادق ما كانوا شيء يلقوا الفنادق بسهولة والناس باتت في السيارات جايبين كان اللي جايبين أولادهم لأول مرة يزوروا الجزائر الشيء اللي قابلهم هو أنه الباخرة الباخرة ما تروح ما تعرفون أنتم الأطفال وهذا الأطفال رح يتمركانهم في رأسهم إلى الأبد لأن الأطفال هذا في يعني في أي سن من خمس سنين يبدأوا يعقلوا شوية رح يتفكروا بلي كرحوا الجزائر واش صرا فيهم واش مكلاوش كانت سخانة كيفاش كانوا يسبوه كيفاش كان الجري كيفاش كان المشاكل في باش يركبوا الناس هاي الصورة اللي قدموها الجزائر ومن بعد يقول لك الجالية ورأي فرحانة بتبون ورهوسة سعادة الجالية رأيت العن فيكم ليلة نهار مثل الشعب الجزائري في الحقيقة لأن حتى الجالية اللي تجيب درهمها وتجيب خيرها وتجيب سياراتها ترى العجب إلا ما لقيتش العجب مع الجامارك تلقى العجب مع البوليسية إلا ما لقيتش معهم في زوج تلقى في الطريق سواء في المطارات أو في الموانع وأحيانا كما هكذا البواخر أحكي على ألجيري وما تنساش وش تحكي قعد تحكي طول الوقت إلى آخر إلى آخره الحقيقة أن الجزائريين يعانون من هذا العصابات الإجرامية بلا توقف وأينما كانوا هذه الحقيقة المرة